نتحدث عن حماسيا دائما تؤكد سعيها الواضح والجاد لتحقيق كل بنود الاتفاق الخاصة بالمصالحة وأنها قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المصار وستكتهد أكثر لتقديم المزيد لإنجاح هذه المصالحة هل قامت بما عليها فعلا حماسيا؟ لا بشكل جزئة ولكن بشكل لم تقم بذلك أنا أعتقد أنه عندما تسلم 70% من الجباية فأنا 30% ليس معضلة كان بإمكانها أن تتجاوز ذلك وأن تخرج مبررات هذا الأمر من يدها أنه أنا سلمت كل الجباية وفي راعي مصر أنا أعتقد أن مصر الآن في ملف بمجملة هي شريك وليست راعي أو مشرف على هذا الأمر وبالتالي أنا أعتقد مصر في وفدها الأمني وبشكل عام مصر يجب أن تتحدث بشكل أعمق من ذلك قليلون ما يعلمون أن حراك مصر تجاه القضية الفلسطينية هو أولا بعد أمن قومي مصري وفي بعد أمن قومي عرب مصر ترى أن استمرار هذه الحالة الفلسطينية المتشردمة مصر ستدفع ثمنه وسيناء أكبر نموذج بالتالي مصر تحتاج إلى معالجات سريعة وخاصة أنه تخوض حرب مفتوحة ضد الإرهاب في سيناء تحتاج إلى معالجات سريعة في هذا الملف وبشكل أكبر لذلك ستجد مصر ستأخذ على جانبها أكثر تحملا في هذا العبئ من أجل الوصول إلى لحظة حاسمة أنا أعتقد أن حماء في جولات الحوار مع حماس التي استمرت فترة طويلة كان هناك اتفاق أن توافق حماس على تسليم الجباي بعيدا عن المناورات الأخيرة دون شروط ترجمة نانسي قنقر